السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم العربعاء 30 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم استقر تماما في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة 5 و28 دقيقة من بعد عصر يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزل إلى الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و41 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر بما أنه موجود في برج الميزان خلال هذا اليوم إذن هذا أفضل يوم أو أفضل وقت على تعزيز الروابط العائلية أو تقوية الروابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية التي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر منكون اجتماعيا أكثر ومنميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا اليومية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و38 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس طبعا هاي الزاوية لها تأثير ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة 10 و14 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش إذا ننشط فمن باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها بتعزز قدراتنا العقلية بتساهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وقوة الحدث الموجود لدينا بتمنحنا ذكاء وخيال وقدرة على الإبتكار وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكنها ممكن تضر بالتركيز تخلينا نتسرع شوي وبتزيد من ميلنا للسينما والتلفزي وكل ما له صلة بالكهرباء ومن ميل تقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض للسفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون دروتها الساعة 10 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ونحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت إضطرارية طبعاً عندنا الكلة، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضل اللمس، البنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر والزايد الدودية طبعاً باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو طرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الميزان خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس بيبدأ الساعة 4.56 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانتش أو بينتهي الساعة 5.28 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال لأن عمره 27 يوم في تمام الساعة 51.52 دقيقة فجراً بتوقيت جرانتش بنبدأ باليوم الثمانية وعشرين نسبة الإضاءة نهايته اليوم 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد بنسبة 45% القمر في الميزان حتى يوم 31-30 سعيد بنسبة 30% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 60% ساعة المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في العقرب حتى يوم 2-11 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في بيت الشراكي مقابلكم تماما ترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بتكت حاذروا الخلافات وما الضخم الأمور بتبدو اليوم مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما حاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا شيء ممكن يسبب لك بعض المشاكل أو يخلي اللي حواليك يتجنبوك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس بيت العمل والصحة فاليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم كونوا منظمين أحسنوا دارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم ولا تأجل ولا تماطل أي عمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية وقوم بمهماتك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء اليوم القمر موجود في البيت الخامس إذن بيت الحض والعاطفة وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم تأثير القمر إيجابي عليك بتشعر بالأمان بالارتياح بتغمرك العواطف الجياشة وانت جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك وهي الفترة مناسبة أيضا لممارسة هواية أو للتقرب من الأحبة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية لأن القمر موجود في البيت الرابع شوي ضاغط وشوي جيد بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك أو اللي حواليك اتفهم الآخرين وابقى هادئ الأجواء جيدة لها مستوى تصليحات أو ترميمات أو البدء بشيء عائلي أو شيء منزلي ولكن حاذر من سوء التفاهم واحمي استقرارك برضو استقرار وضعك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالاتصالات بالتنقلات بالحورات والنقاشات وبرضو اليوم جيد لقدرتك على التعبير وإيصال المعلومة تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن حاول أنك تتكلم بهدوء ووضح وجهة نظرك بهدوء تفادي لأي التباس محتمل هاي الفترة تعدك بامتحان ناجح أو مفاوضات جريئة ومثمرة وبرأة المفاجأة الجيدة برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء اليوم بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بما أن القمر موجود في البيت الثاني وبرضو بتعطيكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم وبتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحتاج أحد أحبائك أو يحتاج أحد أحبائك لدعم مالي أو معنوي نظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من مصاريف استشفائية برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان اليوم بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم وعلى مظهركم على حيويتكم على طاقتكم وبتجدوا حلول للمشاكل وبتكون مقدام وبتنطلق فيه من جديد بعد تصحيح الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة بتحضر لها تغيير لنمط أو لأسلوب أو حتى لمظهرك أو للبسك وبتبدو متفائل وسعيد برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت متاعبكم بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم خلال هذا اليوم ممكن تجد نفسك فيه موقف صعب كن حذر وحكيم وحاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي لأن هذه فترة يعني شوي فيها نوع من أنواع الفشل وخيبات الأمل لأنه بيت تعطيل بالنسبة لك أجل كل أمورك لحديث ما يوصل القمر عندك بعد أو عمساء يوم الخميس من أصعب أيام الشهر خلال هذين اليومين برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس واليوم بتلتق الأصدقاء اليوم نشاط اجتماعي عالي جدا عندك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم كون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث وحاول تستغل هذا اليوم لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه في الأيام القادمة القمر رح يوصل لبيت متعبك برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بتنجحوا اليوم في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة هذا اليوم جيد للي بيبحثوا عن عمل أو بتم يقدموا طلبات للعمل أيضا اليوم ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد الأيام اللي كانت شوي ضاغطة عليك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا اليوم نشاط عالي جدا كان في أوراق أو معاملات سفر أو سفر حتى للبعض اتصالات بعيدة أو نقاشات مع أجانب أو حوارات وأيضا جيد للامتحانات الجامعية والتواصل مع الحبيب أطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن اليوم تنشغل ببعض المسائل المالية أو بعض المسائل الصحية ولكن إجمالا الأجواء جيدة ودعملة إلك بالحوار والنقاش وحتى بالغراميات برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت اليوم تركيز على الأموال المشتركة ملو المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين زوج زوجة ميراث أشياء من هذا القبيل فممكن تنهم كل يوم في أعادة تنظيم وموركم المالية ولكن حادروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي بغير محل لأي كان برضو اليوم في بعض المسائل الصحية أو العائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تميل أهمش إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء